ويسأل عن نبي يرجيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميأمين وأزواجه أمهات المؤمنين وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين وبعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات هذه ليلة الخميس الموافقة للثاني من ربيع الآخر لعام 1442 من الهجرة الموافقة للثامن عشر من شهر نوفمبر لعام 2020 ونحن الليلة على موعد مع اللقاء الواحد والعشرين من لقاءات العقيدة والإيمان والتوحيد في شرحنا لهذا الحديث المبارك الذي يجتمل على الدين كله ولازلنا بحول الله وفضله نتحدث عن الركن الثاني من أركان الإسلام ألا وهو الصلاة وبين يدي الصلاة تحدثت عن الطهارة ثم عن فضل الوضوء في لقاء من أرق اللقاءات وأمتع الكلمات التي تحتاج إليها في هذه السنوات أمة النبي صلى الله عليه وسلم فتعالوا بنا الليلة لنتعرف على شروط صحة الوضوء وعلى كيفية الوضوء وعلى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وما هي أركانه وسننه ونواقضه لتتعرف هل تحسن الوضوء لا تستغرب من سؤالي ولا تستنكره أعرض نفسك الليلة على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وكيفيته وصفته ثم اطرح على نفسك هذا السؤال الذي طرحته هل أنا أحسن الوضوء وأتوضأ على مراد الله وعلى مراد رسول الله بالصفة والكيفية التي كان يتوضأ بها صلى الله عليه وسلم تعال معي لأن الموضوع طويل جليل لنتعرف ابتداء على شروط صحة الوضوء أولا الإسلام أول شرط يشترط للمتوضي أن يكون مسلما إذ ليصح الوضوء من غير المسلم وهذا مذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة وهو قول للأحناف واستدل على ذلك بقول الله تبارك وتعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله استدلال بديع جميل فيه فقه عظيم فهؤلاء لم يقبل منهم الصدقة والإنفاق لعدم إيمانهم بالله جل وعلا وهذا يعني أن الإيمان شرط لقبول الأعمال ومن بين هذه الأعمال الوضوء ومن ألطف وأرق الأدلة في هذا الباب ما رواه البخاري ومسلم حديث بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن داعيا ومبلغا عن الله ورسوله قال له يا معاذ إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم بعد ذلك انتقل إلى سائر الأعمال بعد التوحيد فقال فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله عز وجل قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم إلى آخر حديث الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الواجبات لا تلزم إلا بعد إقرارهم بشهادة التوحيد بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبعد تحقيقهم للإيمان بالله جل وعلا الشرط الثاني باختصار وأرجو أن تنتبه معي العقل العقل مناط التكليف فإذا فقد العقل سقط التكليف وهذا باتفاق المذاهب الفقية الأربعة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة واستدلوا على ذلك بما راه الإمام أحمد وغيروه بسند صحيح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرفع القلم عن ثلاثة أرفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل وفي رواة عائشة في مسند أحمد وعند أصحاب السنة أيضا بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق الشرط الثالث من شروط صحة الوضوء النية النية والنية في اللغة القصد ومعناها شرعا واستلاحا قصد الشيء مقرونا بفعله قصد الشيء مقرونا بفعله وهي شرط لصحة الوضوء وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وهو كذلك مذهب الظاهرية واستدلوا بقول رب البرية يا أيها الذين آمنوا إذا قنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاضطهروا والمراد يا أيها الذين آمنوا إذا قصدتم الصلاة وعزمتم على فعلها فاغسلوا وجوهكم إلى آخر هذه الأعضاء وهذه هي النية فهي عزم القلب على فعل الوضوء من أجل الصلاة فتعيين النية واجب وكل عمل بغير نية لا يجزئ فهي التي تميز العبادات من العادات ولعموم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر رضي الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى والنية محلها القلب ولا يشرع النطق بها لا في الوضوء ولا في الصلاة وهذا مذهب الملكية وهو قول للأحناف وهو قول منصوص عليه عند الإمام أحمد واختياره الشيخ السلام التيمية واختياره الشيخ السلام بن القيم واختياره مشيخنا المعاصرين كابن باز وابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم بل حكي الإجماع على ذلك بل حكي الإجماع على ذلك وذلك لأن الجهر بالنية لم ينقل عن سيد البشرية صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عن الصحابة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أحدا من أمته أن يتلفظ بالنية أثناء الوضوء ولم يعلم النبي ذلك الأمة ولو كان ذلك واجبا لعلمه صلى الله عليه وسلم للأمة إذ لا يجوز أبدا تأخير البيان في حقه عن وقت الحاجة والنية عمل قلبي ولا معنى الاشتراط النطق بها وهذا من رحمة ربنا وتخفيفه وتيسيره عنه تصور لو أن النطق بالنية شرط في الصحة ونسي الإنسان هذا فيه مشقة بالغة فالنية محلها القلب أما الشرط الرابع من شروط صحة الوضوء هو انقطاع ما ينافي الوضوء من دم حيض أو نفاس انقطاع ما ينافي الوضوء من دم حيض أو نفاس وهذا باتفاق الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب وذلك لأن دم الحيض والنفاس حدث لا يمكن التطاهر منه إلا بعد انقطاعه أما الشرط الخامس هو شرط مهم من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع من وصول الماء إلى بشارات أعضاء الوضوء أي إلى الجلد والأظافر وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة لابد من إزالة ما يحول بين وصول الماء إلى الجلد كالشمع والشح والعجين والطين والمنيكير والأظافر الصناعية أو أي مادة تمنع وصول الماء إلى الجلد أو إلى البشرة واستدل باية الوضوء التي ذكرناها وقالوا لأن عموم الآية يدل على وجوب استيعاب الماء لجميع عضاء الوضوء ولذلك يجب إزالة كل ما يمنع من وصول الماء إلى الأعضاء لأن القاعدة تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أما شرط السادس فهو الوضوء بالماء الطهور شرط في صحة الوضوء لابد أن يكون الماء طهورا وقد بينا الماء الطهور والطاهر في ذاته المطاهر لغيره وهذا مذهب الجمهور من الملكية والشافعية والحنبلة وكذلك هو اختيار الظاهرية واستدل على ذلك بما ثبت في كتاب رب البرية في قوله تعالى فلم تجد ماء فتيمم إيه واجه الدلالة من الآية قاله أنه نص على الانتقال إلى الطراب عند عدم وجود الماء فدل ذلك على أنه لا جزء التطهور إلا بهما فإن لم تجد ماء فتيمم صعيد طيبة يبقى لابد من أن يكون التطهر بالماء الطهور الطاهر في ذاته المطاهر لغيره فإن لم يجد الإنسان الماء انتقل إلى التراب واستدلوا أيضا بقول الله تبارك وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا ماء طهورا والمعنى أن الماء هو الذي يتطهر به فينحصر المطهر فيه أي في الماء لأن الشرع خصصه وذكره ونص عليه ومعلوم منع القياس في الأسباب واستدلوا أيضا بقول الله تبارك وتعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وهذا نص في كون الماء هو الذي يتطهر به أما الأدلة من السنة على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث عمران ابن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم رأى رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم فقال لو عليه الصلاة والسلام يا فلان لم لم تصلي مع القوم فقال الرجل يا رسول الله أصابتني جنابة ولا أجد ماء فقال عليه الصلاة والسلام عليك بالصعيد بالصعيد أي بالطراب فإنه يكفيك فالطهارة لو كانت تجزئ بغير الماء لبينه له عليه الصلاة والسلام فلما لم يجد الرجل ماء أن نقله النبي إلى الطراب إلى الصعيد وكان الصحابة رضي الله عنهم في أسفارهم إذا لم يجدوا ماء انتقلوا من عدم وجود الماء إلى التطهر بالصعيد هذه شروط صحة الوضوء طيب يسنوا يسنوا بعد تحقيق هذه الشروط قبل أن تشرع في الوضوء أو عند الوضوء أن تسمي الله عز وجل بسم الله بسم الله فالتسمية عند الوضوء مستحبة عند الجمهور للحديث الصحيح الذي روه أبو داودة وترمذي ونماجة غيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه والحديث حسن والحافظ المكثب لغيره وصحح والألباني بمجموع طرقه ومن باب الأمانة العلمية هناك من أهل العلم من ضعفه فمن ترك التسمية سهوا أو عمدا صح وضوءه ويستحب كذلك يستحب التيمن في الوضوء بمعنى أن يبدأ بالعضو اليمين أولا لما رأى البخاري وغيره عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في التنعل والترجل يعني تسريح الشعر وطهوره وفي شأنه كله يبدأ باليمين وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم تعالوا معي لنقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنتعرف على صفة وضوئه وسأذكر لكم بعض الأحاديث الصحيحة الثابتة الواضحة وأبدأ بحديث حمران وهو أشهر الأحاديث في هذا الباب روى البخاري ومسلم وحمران هو مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ من الإناء على كفيه ثلاث مرار خارج الإناء يغسل يديه ابتداء هذا إن كنت تتوضع من إناء أما الوضوء الآن من الصنبور فهذا أمر يسير بفضل الله جل وعلا لكنه صلى الله عليه وسلم كان يضع الإناء بين يديه ويفرغ من الإناء على كفيه ويغسل كفيه خارج الإناء ثلاث مرار أو ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء انظروا إلى الأدب وإلى الجمال يغسل كفيه خارج الإناء ثم بعد ذلك يدخل كفيه في الإناء ثم أدخل يمينه في الإناء فأخذ غرفه فمضمض واستنشق بكف واحدة خلي بالك من السنة مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا وسأبين الآن بالتفصيل ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار ثلاث مرات ثم مسح برأسه وسأبين الكيفية ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ثم قال أي عثمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه بل توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه وفي الحديث الصحيح الذي راه أحمد وأبو داود والنسي عن عبد خير قال أتانا علي رضي الله عنه أتانا علي رضي الله عنه وقد صلى فدعا بطهور فقلنا ما يصنع بالطهور وقد صلى ما يريد إلا أن يعلمنا أراد علي رضي الله عنه أن يعلمهم كيفية وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأتي بإناء فيهما إناء فيهما وتصط التصط الإناء المتسع المعروف لنا جميعا فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يديه ثلاثا أفرغ لم يدخل يده أو يديه في الإناء هذا فعل رسول رب الأرض والسماء فأفرغ من الإناء على يمينه الأول فغسل يديه ثلاثا ثم طمضمض واستنثر ثلاثا ثلاثا فطمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه يعني كف واحدة طمضمض ويستنشق ثم يستنثر بكف واحدة فعل ذلك ثلاث مرات بثلاث غرفات فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه ثم غسل وجاهه ثلاثا وغسل يده اليمنى ثلاثا وغسل يده الشمال ثلاثا ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله الشمال ثلاثا ثم قال من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا رضي الله عن علي من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا في رواية تلتة جميلة جدا في الصحيحين أيضا عن عمر بن يحيى عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمر بن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فقال عبد الله ابن زيد بن عاصم النعم فدعى بوضوء بوضوء بالفتح وهو ماء الوضوء بالضم قد فرقنا بين الوضوء والوضوء فالوضوء هو الفعل ذاته والوضوء هو الماء المعد والمهيئ للوضوء فأفرغ على يديه الهدي ثابت واحد فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين انظر إلى التخفيف الروايات الرواية الأولى والتانية ثلاثا غسل يديه ثلاث مرار الرواية التانية دي فغسل يديه مرتين هذا من باب التخفيف والتيسير وكله من سنة البشير النذير صلى الله عليه وسلم فغسل يديه مرتين ثم طمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه أي في مقدم رأسه ثم غسل الرجلي في رواية أخرى لابن عباس في صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنه ما قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة الله على التسير والتخفيف يبقى ثلاث مرات فعله مرتين فعله عليه الصلاة والسلام مرة واحدة فعله عليه الصلاة والسلام كل هذا من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه الأحديث الجليلة الجميلة تبين صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم هيك التالي تدبر معي وانتبه أياته الفاضلة البدء بغسل الكفين حتى ولو كنت تنصل من تحت الصنبور أو الحنفية كما نقول البدء بغسل الكفين كما في حديث عثمان وعلي رضي الله عنهما المضمضة والاستنشاق والاستنثار المضمضة هي غسل الفم وتحريك الماء فيه الاستنشاق هو إيصال الماء إلى داخل الأنف وجذب الماء بالنفس إلى أقصى ما تستطيع والنبي عليه الصلاة والسلام سن لنا أن نبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صيما كما سأبينه الآن طيب الاستنثار باليد اليسرى وإخراج الماء إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق الاستنثار إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق وبينت أن السنة أن المضمضة المضمضة والاستنشاق من كف واحدة ثلاث مرار لما في حديث عبدالله بن زيد أنه صلى الله عليه وسلم طمضمض واستنشاق من كف واحدة فعلى ذلك ثلاثا أي يأخذ غرفة واحدة يطمضمض بها ثم يستنشق منها ثم يستنثر باليسرى ثم يأخذ غرفة ثانية يطمضمض بها ثم يستنشق منها ثم يستنثر باليسرى ثم أخذ غرفة ثالثة يطمضمض ويستنشق منها ويستنثر باليسرى فعلى ذلك صلى الله عليه وسلم ثلاثا وفعل ذلك مرتين وفعل ذلك مرة واحدة النبي عليه الصلاة والسلام قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة هذا حديث لقيط بن صبرة وقال عليه الصلاة والسلام إذا توضى أحدكم فليجعل في أنفه ما أن ثم ليستنثر أو لينتثر وقال إذا توضى أحدكم فليستنشق كل هذا فعله وقوله عليه الصلاة والسلام وقد ذكرت أن الاستنشاق باليد اليمنى وأن الاستنثار باليد الأسرى لما رواه الدارمي في حديث وضوء علي عن عبد خير قال نحن جلوس ننظر إليه أي وهو يتوضى فيدخل يده اليمنى فما لا أفهمه فمضمض واستنشق ونثر بيد الأسرى بعد هذا الوصف الجميل لوضوء نبينا الكريم الجليل صلى الله عليه وسلم تعالوا معي لنتعرف على أركان الوضوء الذي لو تخلف منها ركن لبط الوضوء ولا فسد الوضوء ولا يعتد بالوضوء شرعا وهو الله الذي لا إله غيره والله الذي لا إله غيره لو سألت كثيرا من المسلمين الآن عن أركان الوضوء كاملة ما استطاعوا أن يذكروها ولا حول ولا قوة إلا بالله فلا تسخر ولا تهزأ أن يطرح الآن أهل العلم وأهل الدعوة الحديث في هذه الأركان التي لا يصح أصلا صلاة بين يدها الرحمن الرحمن إلا بها فالأمر والله العظيم جلل نعم بمعنى الكلمة وإلا فما قيمة الصلاة إن كان الوضوء بطلا أو إن كان الوضوء فسدا أو لم تحقق في الوضوء أركانه الركن الأول والمنصوص علي في الآية العظيمة يا يا الذين أمنوا إذا قنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين هذه الأركان التي لا خلاف عليها بينها الفضل والعلم الركن الأول غسل الوجه لكن خلي بالك عشان تفرق بين الركن والسنة في كل ركن من هذه الأركان وفي كل عضو من هذه الأعضاء في كل عضو من هذه الأعضاء الركن الأول غسل الوجه وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت بعد المضمضة والاستنشاق والاستنثار يغسل وجهه لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم طيب المضمضة والاستنشاق هل هما ركن من أركان الوضوء وهل هما فرضان من فرائض الوضوء مع غسل الوجه لأن الأنف والفم والأذن كما سأذكر من الوجه فهل المضمضة والاستنشاق والاستنثار واجبان أم مستحبان كثير من أهل العلم يرى أنهما واجبان لأنهما من الوجه ومنهم من يرى أن الأمر في غسلهم للاستحباب للاستحباب والوجه حده من منابت الشعر المعتاد في أعلى الجبهة إلى أسفل اللحيين بالفتح وليس بالكسر اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا هذه هي حدود الوجه وكان صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته لما رأى الترمذيو ابن ماجه عن عثمان أنه صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته يبقى فريق من أهل علم يرى أن المضمضة والاستنثار من واجبات وفرائض الوضوء ومن أهل علم من يرى أنهما من الأمور المستحبة وليست الأركان وليست الفرائض وليست الواجبة واستدلوا على ذلك بقصة بحديث رفاع بن رافع في قصة المسيء في صلاته وسأذكر القصة في مضوعها إن شاء الله أنه صلى الله عليه وسلم علم هذا الرجل الوضوء أو علمه الصلاة ولم يذكر النبي في هذا الحديث المضمضة والاستنشاق فوافق تعليمه ما ثبت في الآية الكريمة يبقى يغسل الوجه بعد المضمضة والاستنشاق والاستنثار ويخل اللحية والجمهور على وجب غسل ظاهر ما استرسل من اللحية جمهور أهل العلم لأن الوجه اسم لما وقعت به المواجهة فدخل فيه ما استرسل من اللحية بل قول الثاني وهو قول الأحناف وقول للشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد وصحح هذا القول عن أحمد الحافظ بن رجب أنه لا يجب غسل ما استرسل من اللحية لأنه شعر خارجا عن محل الفرض فأشبه ما نزل من شعر الرأس هذا هو الركن الأول من أركان للوضوء أما الركن الثاني باختصار غسل اليدين إلى المرفقين غسل اليدين إلى المرفقين لقول تعالى فاغسل وجوكم وأيديكم إلى المرافق وسمي المرفق مرفقا لأن الإنسان يستريح في الاتكاء عليه ولقال له كوع كما ذكر بعض أهل الفضل والعلم منهم من سمى المرفق كوعا وهذا غير صحيح لا يقال للمرفق كوع لأن الكوع هو مفصل ما بين الساعد والكف هذا هو الكوع من ناحية الإبهام خلي بالك من دقة اللغة وجملها الكوع هو مفصل ما بين الساعد والكف من ناحية الإبهام هذا هو الإبهام هذا يقال له كوع أما الطرف الآخر من ناحية الخنصر يقال له كرسوع يقال له كرسوع لابد من فهم هذا لتعرف إذا تحدثت عن الوضوء ما الفرق بين الكوع والكرسوع والمرفق والعقب والعرقوب هذه لابد من معرفتها فالمرفق داخل في الغسل والمرفق كما ذكرت هو موصل الذراع إلى العدد هذا هو المرفق موصل الذراع إلى العدد والعدد ما بين المرفق إلى الكتف هذه أعضاء لابد من معرفتها فلابد من غسل المرفق في الوضوء لحديث نعيم المجمر قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه ويتوضى فغسل وجاءه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العدد ثم يده اليسر حتى أشرع في العدد أي تجاوز المرفق فالمرفق داخل في غسل المرفقين في غسل اليدين إلى المرفقين وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه أدار الماء على مرفقيه وكان صلى الله عليه وسلم يخلل أصابع والتخليل هو التشريك بين الأصابع ومن أهل علم من يرى وجوب التخليل لأنه جزء من محل الفرض أو محل الركن ومنهم من يرى الاستحباب والند ولا يرى الوجوب وهذا من فضل الله جل وعلا وسعته وتخفيفه على الأمة عن ابن عباس رضي الله عنه والحديث روضي الترمذي وغير بسنة صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخل الأصابع يديك ورجليك وعن المستورد بن شداد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل أصابع رجليه بخنصره الخنصر الأيصر بخنصر يدي اليسر والأصبع الصغير هذا هذا يقال له خنصر فكان يبدأ يخلل أصابع رجليه بخنصر اليد اليسر يبدأ بالرجل اليمنى يبدأ بالرجل اليمنى ثم يبدأ بالرجل اليسر يبدأ بخنصر رجله اليمنى يعني يستخدم الخنصر الأيصر عليه الصلاة والسلام فيغسل يخلل أصابع القدم أو الرجل اليمنى بدءا من الإبهام بدءا من الخنصر إلى أن يصل إلى الإبهام ويبدأ بإبهام الرجل اليسر حتى يصل إلى الخنصر لسنة التيامن في الوضوء وكان صلى الله عليه وسلم يدلك ذراعيه يدلك ذراعيه كما قال عبد الله أفضل زيد فجعل يدلك ذراعيه وجعل يقول هكذا كان يدلك النبي عليه الصلاة والسلام الركن الثالث مسح الرأس مرة واحدة ولا يشرع فيه التكرار وهذا مذهب الجمور لقول تعالى امسحوا برؤوسكم وقد أجمع العلماء وعلى أن مسح الرأس ركن أو فرض من أركان وفرائض الوضوء لكنه مختلف في القدر المجزئ على ثلاثة أقوال الأول قالوا بوجوب مسح الرأس كله للرجل والمرأة على السوا وقالوا ألباء في قول تعالى برؤوسكم للإلصاق أما القول الثاني قالوا يجزء مسح بعض الرأس وقالوا ألباء في الآية ليست للإلصاق وإنما للتبعيد برؤوسكم أي ببعض رؤوسكم أما القول الثالث فهو وجوب مسح الرأس كله للرجال فقط دون النساء وكان عليه الصلاة والسلام ما بالتخفيف والتيسير على الأمة يمسح على العمامة وحدها في بعض الأحيان كما قال عمرو ابن أمي الضمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه ولما راه مسلم عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار الخمار ده يلبسه رسول الله نعم مسح على الخفين والخمار الخمار لغة وشرعا كل ما سطر شيئا ومنه خمار المرأة التي تغطي برأسها وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم الحديث بلال مسح على الخفين وعلى الخمار وقد يقال له العمامة فثبت أنه مسح على العمامة فقط وثبت أنه مسح على الرأس والعمامة معا وثبت أنه مسح على الرأس فقط فكل هذا فعله وثابت عنه عليه الصلاة والسلام وفي مسح الرأس كان يمسح بأذنيه ومن أهل العلم من يرى وجوب مسح الأذنين مع الرأس ومنهم من يرى أن الأمر للاستحباب والندب وليس الوجوب روى أبو داود بن ماجة بسند صحيحا عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح في وضوئه برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وأدخل إصبعه في صماخي أذنيه يعني مسح بالإبهام على ظاهر الأذنين وأدخل السبابة في أذنيه فمسح باطنهما وظاهرهما عليه الصلاة والسلام وفي رواية ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة رواية عبد الله بن عمر مسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة وفي رواية مسح رأسه وأذنيه وباطنهما بالمسبحتين والسبابة وظاهرهما بإبهاميه هذا هو الأصبع الإبهام وفي الحديث الصحيح الذي رأى ترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس ومن باب الأمانة فمن أهل العلم من ضعف هذا الحديث الأذنان من الرأس من أهل العلم من ضعف هذا الحديث الركن الرابع باختصار من أركان الوضوء غسل الرجلين إلى الكعبين غسل الرجلين إلى الكعبين لقوله تعالى وَأَرْجُلَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى الكعبين لأنه معطف على المغسولات فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم معطف على المغسولات معطف على المنصوب منصوب وكان عليه الصلاة والسلام يحذر الصحابة في غسل الرجلين من الأعقاب ويقول ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار والأعقاب جمع عقب وهو مؤخر القدم جمع عقب وهو الكعب هو العظم الناشز في جانب القدم عند ملتقى الساق والقدم ده الكعب يقول له كعب إنما العرقيب جمع عرقوب والعرقوب هو ما فوق الأعقاب من الخلف خلف الكعبين والكعب العظم الناشز ما بين القدم والساق عند ملتقى القدم مع الساق هذا وقل له كعب وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على وجوب غسل القدمين لما في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أنه صلى الله عليه وسلم كان يغسل قدميه ويمسح أحيانا على الخفين حديث المغيرة صحيحين قال كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في السفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهم طاهرتين فمسح عليهم هذا ما بالتيسير والتقفيف قال جرير رضي الله عنه رأيت رسول الله بال ثم توضأ ومسح على خفيه والخفاف هو ما يلبس الرجل من الجلود أو الكتان أو الصوف أو غير ذلك والأحاليث المسح على الخفين كثيرة ولله الحمد والمن والكان عليهم رضي الله عنه يقول له كان الدين بالرأي لكان المسح على أسفل الخفة أولى بالمسح من أعلى وقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على ظاهر خفيه طيب وكان يوقع عليه الصلاة والسلام للمقيم في المسح على الخفين يوما وليلا وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن والحديث راه مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل رسول الله ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلا للمقيم طيب الركن الخامس باختصار الترتيب في أركاني وفرائض الوضوء كما أمر الله به في الآية فيغسل متوضع وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل قدمين والترتيب فرض وركن عند الشافعية والحنابلة وعند أهل الظاهر واستدلوا بالآية وبفعله عليه الصلاة والسلام بينما يرى المالكية أن الترتيب أن الترتيب مستحب وليس بواجب وكان عليه الصلاة والسلام يوالي أيضا في غسل أعضاء الوضوء وهذا والركن السادس من أركان الوضوء الموالاة وهي المتابعة بين أعضاء الوضوء بحيث لا يجف العضو قبل غسل العضو الذي يليه ويرى الشافعية والحنابلة أن الموالاة بين أعضاء الوضوء واجبة وفرض بينما يرى الأحناف والشافعية في المذهب الجديد للإمام الشافعي وهو كذلك رواية عند الإمام أحمد أن الموالاة في غسل أعضاء الوضوء ليست واجبة بل مستحبة وإذا كان التفريق بين أعضاء الوضوء يسيرا فإنه لا يضر بفضل الله جل وعلا وكان يحث النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه على استخدام السواك عند الوضوء ويأمرهم به عليه الصلاة والسلام لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة وكذلك كان عليه الصلاة والسلام يحثهم على الدعاء بعد الوضوء كما في الحديث الذي راه مسلم من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء الله 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 ما هذا الفضل وما هذا الكرم ما من أحد منكم يتوضأ فيسبغ الوضوء فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء في رواية النساء عن أبي سعيد قال عليه الصلاة والسلام من توضأ ثم قال عند فراغيه من الوضوء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم طبع بطابع فلا يكسر إلى يوم القيامة الله 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 بالله عليك تدبر الحديث مرة تانية الحديث رؤى النساء وغيره بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ ثم قال عند فراغه من مضوئه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق يعني كتب هذا القول في رق ثم طبع بطابع ختم فلا يكسر إلى يوم القيامة وكان عليه الصلاة والسلام يحث على صلاة ركعتين بعد الوضوء كما في حديث عثمان الذي ذكرناه أنه صلى الله عليه وسلم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه وكذلك حديث بلال تذكرونه حين قال يا بلال إني سمعت نفن عليك بين يديه في الجنة فحدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام قال إني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصليه وأخيرا يا إخواني لا حرج عليك أن تجفف أو أن تنشف عضاء الوضوء من ديل أو بنحوه وهذا جائز باتفاق الأئمة الأربعة فالأصل الإباحة والحل حتى قم دليل على المنع وقد يستدل البعض بحديث ميمون حين أتت النبي صلى الله عليه وسلم بمنديل فرده عليه الصلاة والسلام رده هذا الفعل إخواني كما قل علاما الأصول قضية عين أو قضية حال تحتمل عدة أمور فقد يكون رد النبي عليه الصلاة والسلام لعدم نظافة المنديل بل الرواية دليل على ذلك على أنه كان من عادته صلى الله عليه وسلم أن ينشف أعضاءه بعد الوضوء وإلا لما أتته بالمنديل بعض وضوءه عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة أرجو الله عز وجل أن أكون قد وفقت وأنا والله العظيم أرى هذه الدروس من أهم الدروس التي تحتاج إليها الأمة الآن ويحتاج إليها أجيالنا شبابنا وأولادنا لأننا نعيش عصرا الآن إن شغل فيه شبابنا بأمور كثيرة أخرى مع قلة من يعلم الأمة الآن أركان الدين مع قلة من يعلم الأمة الآن أركان الدين نعم نحتاج إلى هذه الدروس فما هي نواقض الوضوء لا لا هذا يحتاج إلى لقاء آخر مستقل بإذن الله جل وعلا وهذا ما نتعرف عليه في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء أو اللقاء وصلى الله وسلم وابارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جبريل جبريل يسأل والنبي يجيب والله فوق العالمين رقيب خرج الأمين على الصحابة مشرقا وإذا الحبيب من الأبين قريب فتذكر الخل الكريم لقاءه في الغار اقرأ واللقاء ما